اشتركوا في القناة وعلى الحرمين الشريفين وعلى الشعب السعودي الشقيق وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر اليمن والخير والبركات كما أعرب سموه عن أطيب التهاني لخادم الحرمين الشريفين بما من الله عليه به من نعمة الصحة والعافية دعيا الله عز وجل أن يمتعه بموفور الصحة والسعادة وتمام العافية والعمر المديد لمواصلة جهوده الخيرة ومساعيه المباركة في قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والشادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين من أجل إنجاح موسم الحج هذا العام في ظل إجراءات احترازية شديدة الدقة للوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وبما يعكس ما يوالي خادم الحرمين الشريفين بذله من جهود مخلصة في إقامة مناسك الحج عام بعد عام وفي مختلف الظروف وتوفير أقصى درجات الراحة والحماية والأمان لضيوف الرحمن ضارع عن سموه إلى الله عز وجل أن يزيح عنا وعن البشرية جمعاء هذه الجائحة وأثنى سموه على المواقف النبيلة لخادم الحرمين الشريفين وجهوده المتواصلة في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وبما يعكس الدور المحوري الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل قيادته الحكيمة وأعرب سموه عن تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق بالطراد الرفعة والتقدم والنماء وللعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين بدوام الازدهار كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب سموه فيها عن خالص التهاني والتبركات بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأشاد سموه بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه في إقامة شعائر موسم الحج هذا العام في ظل إجراءات احترازية شديدة شديدة الدقة للوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 أداء لرسالتها النبيلة في خدمة ديننا الحنيف أعرب سموه عن تقديره لكافة جهود وإنجازات صاحب السموه الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود معبرا سموه عن بالق الاعتزاز والفخر بوشائج القربة والمحبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين كما بعث صاحب السموه الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر برقية تهنئة إلى صاحب السموه الملكي خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية في المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص التقدير للمساعي العظيمة التي يبذلها وجميع المسؤولين بإمارة مكة المكرمة ولجنة الحج المركزية أداء لهذه الرسالة النبيلة التي يتحملها بكل أمانة وإخلاص في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين داعيا سموه المولى عز وجل أن يجزي صاحب السموه الملكي خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود الخير والثواب العظيم وأن يديم عليه موفور الصحة والسعادة وعلى المملكة العربية السعودية الشقيقة اضطراد الرفعة والتقدم والنماء ترجمة نانسي قنقر